السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصائح للتجنب العلاقات السامة والمدر بداية عليك أن تتعلم من مضيقة والتعلم من جميع الأخطاء في العلاقات السابقة والتي أثرت عليك بشكل كبير جدا وإيضا عليك البدء أو البدء ببطء في العلاقات الجديدة وعدم التعمق بشكل كبير بها والتفكير أيضا في العلاقته بشكل جيد والتفكير بالأمور السلبية والحصول على العديد من مساعدة الأشخاص الآخرين ومحاولة معرفة ما هو إيجابي وما هو سلبي وأيضا عليك توقع ما هو إيجابي في جميع الأحيان وبالتالي محاولة الابتعاد عن التشاؤم هو أمر جيد وكبير جدا وأيضا كما ذكرت التفكير بشكل عميق جدا جدا قبل محاولة اللجوء لأي قرار من الممكن الذي يكون ذلك وأيضا عليك أن تحدد ما الذي يرضيقه والذي تقومه أو بجعله الخطة الرئيسية أمن الشخص الذي تريد أن تستمر معه في هذه العلاقة فبالتالي عندما يفهمك ويفهم الصورة الذي تريدها فبالتالي ذلك سوف يساعد بشكل كبير على وجود الرضا التام والكامل بينكما وأيضا عليك أن تقوم الإنجزاب للشكل والجسد ليس حبا ولكن عليك أن تشعر بأن الشكل غير مهم لديك وأيضا عليك أن تكون بشكل عام محافظ على الاستقلالية التي تتناغم بها وأهل حصول على جو لك بالحرية والاستقلالية